الناس بتقول بتقول مثلا برج العرب انا عارف انه كان فيه ارض في العالمين تسحبت اه تسحبت اه مخصصة النادي سموح اه صحي كده اه كان عليها مشكلة وتسحبت اه وده ما كانتش في مصلحة النادي يعني هي كانت ارض الارد نفسها ما كانتش في مصلحة النادي لا مش مصلحة النادي انها تتسحب يعني ما تستفيد بي ده الاهلي خدها اه طيب اهلي راحلوا رسمي كمان النهاردة اه 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 يعني كان نادي دي موحو اولى انا شايف يعني وحصل خلاف بين المجلس الحالي و المجلس القديم على ملكية الارض والنادي ما دفعت ثمن في الاخر لا وهن النادي ما دفعش ثمن بالت آلство 하는 فلوس يعني الدفعت ان الارض اتسحبت اه الارض اتسحبت كان ممكن استفيد بيها الارض يعني ان كان في مبلغ مدفوع وكان ممكن يكملوا عليه في استفيدوا بالارض فس اه هو عند بين اللي الاثنين في الاخر النادي ما استفادش بالارض طبعا دي من المشاكل اللي حصلها طب برج العرب أنا من سنين طويلة أسمع عن النادي اللي فرع في برج العرب فرع في برج العرب فرع في برج العرب ليه فرع كبير ده 230 فدان أرض لا فرع فيه فيه فرع لا فرع ونادي وموجود بس هو كان فيه مشكلة فيه برضه على تتمين الأرض المتر كان معمول بعشرة جنيه من نهاية المجتمعات العمرانية والمجلس قاعد فترة طويلة جدا ما يسدتش لما جاي سدد قالوله المتر بسبعين جنيه منتقعت سنين ما تسدتش فحصل تسعير جديد حصل تسعير جديد والنادي طبعا وقف واتسحبت الأرض بيقوله لا اتسحبت ورجعت تاني بس النادي ما وقف ما فيش أي استفادة منه وناس دفع فلوس وعضويات واشتراكات فيش أي استفادة منه انشئ اه موجود النادي موجود معين المشكلة دي لو اتحلت وتم رفع كفاءة المرافق هناك والنادي ده اشتغل ده مصدر داخل كبير انت عارف الأهلي فرق التجمع والخامس الأهلي مترجد يدخل منه كم اشتراكات والرقم كده لا معديش فكرة أربعة ونصف مليار جنيه معولة اه والله طيب النادي الأهلي على فون ستين فتان بصف التجمع والخامس فعمل الكباستي بتاعته عشرين ألف عضوية فهو طرح العضوية بـ 250 ألف جنيه الغد دلوقتي باع قبل ما يفتتح الاسم مفتتحش على فكرة باع حتى الآن 4500 عضوية اشتركه بكم بمليار 125 مليون هو الأهلي بيبيع على اسمه نادي الأهلي نادي كبير طب انت أولا اخترت مكان كويس جدا اللي هو في التجمع في مكان ولو مخترتش مكان حيبيع ده الأهلي طبعا الأهلي بيه على اسمه فأصد زي ما انت بتقول ده مصدر داخل كبير لو اهتمت بيه هل عمله بلان عمله اه طبعا طبعا ما أنا بقول لحدك لو اترفحت كفاءته وتحلت مشكلته يا تبجاز الملف ده حطه في حسبانك خلي بقىك ده من أهم الملف اللي بتجي الموارد للنادي لأن انت النهاردة لما تعيد القصة دي وتشتغل فيها وتعمل تكمل إنشآتك وتفتح النادي وشغال حيجيلك عضوات جديدة عضوات جديدة في برج بس ممكن تصرف بيها من هنا موارد كبير وخصونا اللي هو هناك مساحات كبيرة ولعضوات قليلة يعني بزي نادي سموحة في سموحة لا ما تقدرش تتأخر عضوات جديدة بيقولوا ان المصافة مشكلة معرفش برضو بعض العضوات نفس الكلام نفس الكلام تدهور في الحاجات وفي المرافق وفي الحاجات وفي الأكل حاجات بسيطة يعني هي لو ما فيش اهتمام يعني ما فيش اهتمام بيها يعني إنما لو تم الاهتمام بيها طبعا بس دي مشاكل بسيطة يعني بتخد شوقت في الحل إنما هي القصة في الإصلاح الزراعي يعني أصدت أم جاهز الكلام ده كله آه تمام أنا الناس كانوا معاك بعثوا زي ماتيريال كده بيقولولي بالسري دي عن تطوير النادي آه كنا عامين حاجة كده تطوير النادي من جوه آه من جوه النادي نفسه لو احنا معنا يا جماعة الماتيريال ده واخنا بنتكلم كده نزيعه هل انت هل رسم له شكل معين بصوا واخنا أهم حاجة كنا مفروض حنبدأ فيها نعملها هو الجراش متعدد طوابق لإن النادي سموحها من ضمن المشاكل اللي فيه أهم المشكلة فيه إن انت النهاردة مفيش أي مكان تركن فيه عربيتك لك أنت تخلن العضو بيخش بالعربي عشان يمكن بيقعد ساعة ولما يطلع بيقعد ساعة يا إنت عشان تروح النادي تخد لك مثلا نص ساعة دخول على الأقل ونص ساعة خروج من الزحم من الزحمة من الزحم طب وده وفيه مكان مخاصص إنت في يعني فيه مكان بس مش مكفية ما الكسافة عالية لا متعدد طوابق ده أنت مجهز له مكان آه مجهز له مكان ولا هو نفس المكان الجراش الحالي حتى حتعمله متعدد طوابق نفس فيه فيه جراش هناك برقين بيتعامل كده وممكن نعمل كذا واحد قصة ديه مشكلة برضو آه لازم تتحلي آه عاملة أزمة عاملة أزمة للأعضاء آه برضو بتيجي الشكوى من الخدمات في النادي أسعار غالية الناس عم تبقات لي رسائب وانا عارفك ربما بكلمك دلوقتي عم تجيلي رسائب من النادي؟ من الأعضاء؟ من الأعضاء جميع ياه لا طبعا الكافهات غالية طبعا مفيش رقابة عليها يوق абсолютно مفيش رقابة يعني مفيش رقابة بالناجس مفيش رقابة على الأسعار تقصد؟ آه على الأسعار وعلى الجودة وعلى كل حاك طب وكان كان الأول يعني مفيش رقابة على الأسعار؟ يعني النهار دا مثلا حضرتك أنا بيجي كل كافتيانة تحط الأسعار لي على كفة؟ آه أنا بقول لحضرتك النهار دا بيجيلي مثل واحد عايز يأجر كافة باتفق معي واخد الفلوس وارفع له شوية في السعر وخلاص هو بقى يروح يشتغل وما برقبش الأسعار معين أنا مفروض يبقى زي كل الأعضاء بيشتكون الأسعار الكافيهات في الأندية التانية أرخص لا بس يعني مثلا أعرفت طب هنا عندنا حاجة جديدة الأعضاء اشتاكوا منها يعني انت عارف نادي سموحها في مستويات فأنا النهاردة دخلت أعدت في كافيه أنا مستوي على قدي جبت معايا شي جبت معايا فبقولهم لا ما تعدش فتطلب حاجة ما تعدش فإحنا عامنين نحلل الكلام للي احنا عامنين إن شاء الله بإذن الله لو فيه نصيب حقب فيه كفية أو اثنين أو ثلاثة تبعين للنادي بإدارة النادي بأسعار بالتكلفة سواء مطاعم أو كفاية ده هتبقى خاصة بالنادي اللي حيدرها يعني النهاردة أنا بسأل في حاجات كده لو بحيث أن الحاجات اللي هي مؤجرة ده من اللي يخش يدفع ما فيش مشكلة وهيبقى عليه رقابة عليها طبعا هنرجع رقابة عليها إنما أنا باتكلم أخد بالك ده أنت عارف العضو عندنا برضو مهما كان أنت العرض الموظف قولك إيه؟ هم مرحلش علاقة بال بيقول لي أنا بيقول لي أنا بشرب كبات الشاب بسبعة جنيه بسبعة جنيه هو بقول لي أنا بشرب كبات الشاب بسبعة جنيه في النادي عندنا أو تمانية جنيه أنا لو عملت موضوع الكفيل لتابع النادي دي ممكن أعمل له بثلاثة جنيه أنا مش عايز أكسب أنا عايز هامش ربك أنت بتعتبرها خدمة أيوة النادي إيه خدمات للأعضاء مهما فأنا عايز أنت عارف الآلي والزمارك بكامل كبات الشاي بكامل خمسة جنيه طيب شفت بقى حقيقة فعلا عندي في نقابة الصحافين بثلاثة جنيه لا عندنا الأسعار بس سأعي تقول لك على حاجة أنا مثلا وأنا أمين عامل نقابة لما بتستأجر المطعم والكافيتيريا أو أنا رئيس نادي الصحافين لما بتستأجر أنا بحط كنترول على الأسعار ده لازم بتعتمد كمان أنا بعتمدها الأسعار نفسها بتتجيني من المستأجر وأنا بقول له لا ده غالي ده كذا بتيجي لجنة بشكل لجنة بتعمل ده لأنه لازم فيه كنترول طبعا على الأسعار يعني النهار ده واحد يحط بقى مشروب بخمسين جنيه وتمانين جنيه وسبعين جنيه لو أنت بأسرتك وعايز كل يوم تروح النادي صعب جدا تتحمل في الظروف اللي إحنا فيها دي فأنت هتعمل ده حدرتك بتروح الأسرة النهاردة بتدفع اشتراك ودفع عضوية عشان تاخد خدمة لا ويوميا تأسيبها في النادي يوميا خدمة كويسة بسعر كويس أنا مش قاعد برة يعني أنا مش قاعد في كفية برة عشان أحسب بالأسعار دي فأنت قريدي يومك في النادي يعني الناس موظمون ولده بيتمرنه أو بيلعبه بيمرسه رياضة هو قاعد منتظرهم هو زوجته أو بتاعه وابو بالوالد بييجي برضه في نص اليوم يأكله حاجة أشتراك حاجة هو أنت اللي مبتيت حضرتك دلوقتي أهم حاجة عندك في النادي اجتماعي هو العضو والخدمات بتاعت العضو خدماته أنا النهاردة لما أتعبه في التقييمات ومبقاش فيه عدلة في التقييمات وأظلم النهاردة طفل ولا طفلة وأسرة وعيلة بيحصل لهم يعني حزن شديد أنا النهاردة لما ماوفر لهمش أسعار كويسة في الكافيات ماوفر لك شراكنا أنا في ناس أولي إحنا ممنوعين ننزل مثلا البسين ولا حاجة ما عندناش كله الألعاب يعني أنت الراجل عضو في نتسموحها يعني إيه يعني أنت حدر النهاردة عضو في نتسموحها دافع سبعمائة ألف جنيه العضوية بسبعمائة ألف جنيه دلوقتي لو دخلت أنت حضرتك في الصبح الصحة عشان تنزل مثلا آآ أنت بتهزر وتكلم بجد بتكلم بجد تنزل بسين مالكش مكان مالكش وقت كله تمارين طول اليوم مالكش ولا طول اليوم ولا طول الأسبوع تعرفش تنزل يعني لو عضو نادي عضو عامل ماليش بسين أنزل فيه لا مش هتنزل مفيش مكان كله الألعاب مع الألعاب مفيش عددهم قليل والألعاب مجغلين على طول حاجات بسيطة العضو بيطلبهم ما دي حاجة اتطلبت مني تبا توقيت تنشئ بيسين للعضاء الجديد المشكلة طيب ما أنا أقول لحضرتك ما هنتد حضرتك طول ما أنت مركز أنا آسف يعني أنا الراجل برضو بحب الكورة طول ما أنت مركز في الكورة فيه الأول بتصرف عليه 222 مليون جنيه في السنة والنادي مش بيستفيد منه ولا العضو بيستفيد منه أنا فيه كلام بس مش أنا يعني أنا مينفعش أقوله يعني إحنا كان عندنا مطش السموحة والأهلي وكان إحنا لنا إنت عارف السموحة يبقى لها في المقصورة أسماء العشرين اسم بتوعنات السموحة اللي كانوا في المقصورة اللي مفروض بيشجعوا سموحة لما الأهلي كانوا بجون كانوا فرحانين كانوا شجعوا الأهلي أنا مدخلك المقصورة ليه كاشف يعني عم أصدي مش هلق ما تلغيش الكورة بس اعتمد عن ناشئين طلع ولادك ما تشتريش اللعيب اللي انت بتشتريه من بره ده انت بتموت ابنك تحت مكانه اعتمد على الناشئين سبعاً هرده بتلعشر ناشئين خالص مفيش بقى الشراء طول الوقت كله شراء لما حضرتك إنما انت برضه هتعمل بلان لقطاع الكورة لأنه برضه ده مهم في الأخ ده أهم حاجة بحيث يتحول من قطاع بيصرف لقطاع يكسب ده أهم حاجة لازم أهم حاجة اللي اعتمدها الناشئين عندنا سمحمد بيصافر في نفس اليوم الباص يطلع الساعة 8 الصبح يلعب ماتش الساعة 4 العصر ويرجع بيش إمكانات يبيت ما بيصرفش عليه طب إمكانات يبيت ما بيصرف على الحاجات التانية حد يعمل كده النهاردة الأعضاء بيدفعوا اشتراكات اللعبة بتاعت ولدهم اللي وفروض نادي يدفعها بكل ازاي يعني النهاردة يعني ابني بيلعب مثلا بسكت في النادي بتدفع اشتراكه في الاتحاد السلة في النادي في الاتحاد بتدفع بيدفعوا هالك يعني اللي هو قيمة قيدي بيتفع وليه الأمر آه بيتفع وليه الأمر آه شوف وصلنا لك في كل القطاعات في كل القطاعات طب دي جديدة دي دي شكاوي الأعضاء أنا أنا بقول لحدك بقالي أزوار ونت كنت عارف الكلام ده ولا تصدمت به لا معظمه عارف لا أنا عارف إن الكورة بتصرف كتير من قبل كده لا أصد كل المشاكل المشاكل اللي إحنا بنتكلم فيها يعني أنت كنت مذاكرها ولا في حاجات لما عملت جوالاتك تصدمت كده لا في حاجات أنا كنت عارفها ومذاكرها بس في فرق لما تعرفها ومذاكرها في فرق تسمعها من العض أنا في ناس كلمتني فضلة بتبكي على على أولادها اتظلمتوا طب بيتظلموا بيروحوا عن ديها تانية وبيلعبوا شكرا